اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجدي من يوم 22-12-2019 لغاية عشرين واحد عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبنتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبنتقل ظهر يوم 31 بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي اورانوس ما زال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11 واحد نبتون في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة او المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث ايام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا باسبوعين او ثلاثة يعني اثارها بلشت تتبين وفي اشياء بلشت اثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 او منتصف شهر 12 الزوايا هاي عنا يوم 12 واحد يقترن عطارد مع زحل ومع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع اورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس الهاب القيادات والجيش الهاب الحكومات باصحاب القرار اورانوس اللي علاقة بالانقلابات اللي علاقة بالثورات اللي علاقة بالاغتيلات اللي علاقة بالاشياء المفاجئة بلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري وهو تكوينه النار الو بالحروب والو بالنار والو بالاشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما انه اغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه بداية موسم الشتاء فرح تكون التأثيرات يعني والله واعلم الهاي علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة ايش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن امطار ممكن ثلوج ممكن اعاصير بس اعاصير ما مش بتخوف يعني اعاصير انها بدتشي لبلاد يعني ممكن ايش العلاقة بالنار بما انه المريخ بلوتو اورانوس والمريخ برضو لهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف احنا خلال فترة اخر عشر ايام من الشهر هاد ايش الاثار اللي ممكن تصير او الاحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها احنا ومنشوف ايش الاشياء اللي صارت ما بدي اعلق على اي شيء ما بدي اتنبأ باي شيء وما بدي اتوقع باي شيء خلي الامور ماشي على تسهيل المولد بالنسبة لبرج الحمل هذا الشهر تركيز كله راح يكون على تدعيم مركزهم الاجتماعي والدفع في مصالحهم في مجال العمل تتركز الامور على المسئوليات اللي منها مربك ومنها عادي وخاصة لموقعهم المهني والشخصي وبدك تنتبه خلال التنقلات وانتبه لوضعك الصحي اذا كان في امتحان كفاءة حاول انك تكون جاهز انتبه على الصعيد الاجتماعي اما من منافسة او من مركز او من مشكلة عائلية تتعلق باحد الوالدين لا تتسرع بكلام او بتصرف ممكن تندم عليه وخلي بالك من الفضايح او المجازفة او المشاجرة او حتى تشويه السمعة بالرغم من كل الضغطات الا انه في فرص لعمل جيد وممكن تكون ايضا على مستوى الدراسي او المهني او الاجتماعي رح تنقلب الاوضاع بشكل تدريجي لصالحك ابتداء من 20 ورح يكون الدعم والتأييد حليفك ورح تكون كلمتك مسموعة ورح يكون في مكاسب مادية ومعنوية ورح تنشط اجتماعيا ورح تبحث عن الاصدقاء والدعم والحظ ان شاء الله رح يكون معك بالنسبة للشخصية والنفسية خلال هذا الشهر ممكن تتعرض لبعض المشاكل اللي الها علاقة بالغيرة او فسغ علاقة او الشكوك اكثر شي ممكن انك انت يعني تمشي وراء اندفاعاتك او قراراتك اللي بتيجي مفاجئة ممكن تخطب خطوة مهمة خلال الفترة ممكن تقرر السفر بدون سابق اندار او استعداد فجأة هي قررت انك تسافر او تنتقل من مكان لمكان او تروح زيارة على مكان بالنسبة للامور الفكرية او الامور الدراسية او امور التنقلات بما انه المريخ دخل على بيت السفر فاكيد رح يكون في تفكير بالسفر او طروحات لسفر او اتصالات مع جهات اجنبية او اكاديميات دراسية او ايشي له علاقة بدراسة شيء جديد او يعني شيء له في المجالات التعليمية او المجالات اللي لها علاقة بالسفر او الاشياء اللي لها علاقة بالرسائل او الامور هاي بالنسبة للمال والعمل طبعا معروف انه يعني بما انه الشمس موجود في البيت العاشر ممكن انك تحصل على المال بدعم من اصدقاء او مساندة من اشخاص تعرفهم انت اليك علاقة فيهم ممكن تحصل على ترقية او منصب او سلطة ممكن تحذى بثقة واحترام وتقدير الاخرين وممكن تسمع خبر ميح يعني رح يكون بالنسبة لوضعك المادي هاي الفترة مناسبة للتواصل مع اشخاص دون وفوذ في فترات رح تمر عليك خلال الشهر هذا يعني شوي بتكون كسلا يعني ممكن تهمل شغلك او تهمل واجب من عليك او على مشروع معين هذا الاشي ممكن يعرض صمعتك شوي لنوع من انواع الشبهة يعني عليك انك انت اول اشي تتحلى بالصبر وعليك انك انت ما تهمل الامور هاي اهم نقطة انك انت بتميل للتحديات بتميل للاشياء انك تثبت قدراتها خلال الفترة هاي تثبت للجميع انه انت ممكن انك تعمل شيء او يتحقق شيء بخلال الفترة هاي فهاي نوع من انواع الصفة الموجودة في الحمل انه بيحب التحديات فهاي الفترة رح تكون بأوجهة بالنسبة للوضع الاجتماعي حكينا انه الوضع الاجتماعي للاصدقاء والمعارفهم اللي ممكن يدعموك في الفترة اللي احنا مقدمين عليها هاي وممكن انك انت تحصل على العمل من وراء دعمهم او تأييدهم او اشارتهم للموضوع هاي ممكن تتعرف على اصدقاء جدد ممكن تتلقى اخبار سارة عن اصدقاء يعني هدولا مش موجودين في المكان اللي انت فيه او في مكان بعيد او تعمل مشاريع جديدة او لقاءات فكرية مع اصدقاء يعني بس شوي حديتك وعصبيتك ممكن شوي تعمل نوع من انواع الاضطراب في العلاقات الاجتماعية وصداقاتك حاول انك انت تضبط عصابك بالنسبة لتأثيرات الكواكب المريخ بيحذر من السفر اللي بعيد بتكو تنتبهوا وبتكو تتجنبوا قضايا قضائية المشتري بيحمل بشرة لموليد الحمل في مجال العمل ومركزهم الاجتماعي ومنهم ممكن يعثر على عمل جديد او يرتقي الى منصب اعلى وبينجحوا بدفع مصالحهم وبدعم من علاقاتهم برؤساءهم او زملائهم في مجال العمل زحل تتركز متاعبه على مجال العمل والعلاقة بالمسؤولين يعني شوي ممكن يعمل نوع من انواع الاحباط او التكاسل اورانوس بيعمل على تغيير مالي غير مستقر يعني تغيير بشكل مفاجئ من حل لحل يعني يا ثراء يا فقر يا انه معك كثير يا انه ما معك فجأة بتصير الامور بالشكل هذا بالنسبة لبلوتو الى برضو بيركز على العلاقة مع المسؤولين ممكن تصير مشهدات بينك وبين مسؤول او بينك وبين موظف مسؤول عنك حاول انك تضبط اعصابك كررناها اكتر من مرة ضبط الاعصاب دلالة عنه الفترة هاي انتي راح تكون مشحون بطاقة عصبية نبتن علاقاتهم برضو بالمؤسسات او مع شركة كبيرة طبعا هيك منقدر نحكي انه احنا انهينا توقعاتنا لهذا الشهر بتمنى انها تنال اعجابكم بتمنى الاشي اللي منيحه اللي يصير اللي مش منيح ما يصير واحنا منتوقع كل هاي توقعات ما في اشي اجباري انه يجبرها على انها تصير لانه انه احنا مش منزلين ولا يعلم الغيب الا الله احنا منطلع على جزء من بعض الاشياء المغيبة نسبيا ومنحكي عنها ولكن نجتهد في النهاية والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك سلام